هل احنا جمهورنا بيقبل ان ان انت تنزل تدافع بس؟ لا طبعا احنا طبيعة الشعب المصري اصلا بيحب الكرة الهجومية و احنا لما بنشوف مثلا من الهد الاهلي بيلعب كويس جدا و بيفوز لكن يجي بعد كده يقول لك ايه لا بس الفريق كان وحش ما كانش بيهاجب و نفس الكلام على الزمالك لا الزمالك لا الزمالك لا الاهلي لو كسب ما حدش يجيب سيرة الاداة اسمع كلامي ياه والله العظيم الزمالك العكس ايه الزمالك الاهلي لو كسب ما حدش يتكلم على الاداة انما الزمالك قصة تانية بس هو في النهاية كتابت انا بتكلم انا بتكلم على منطقة مصر هو احنا معلش يعني مع احترام من كل قراء الجماهير والنقاط في النهاية انا طالب مدرب ان هو يحقق هدفي يحقق الهدف ده بقى بكرة دفاعية بكرة حجومية بأي شكل من الاشكال وطرق اللعب اللي هو بيختارها اللي شايفها الانسب لنوعية اللعيبة اللي موجودة لالكواليتي بتاع اللعيبة اللي موجودة في المنتخب في التوقيت ده اللي هم اختاروا هو ده اللي بنتكلم فيه لكن احنا مش هنطلب منه كل حاجة مش هنطلب كرة ممتعة مش هنطلب كرة هجومية مش هنطلب تنظيم دفاعي محكم على حساب على حساب ان احنا يعني نحقق الهدف الأكبر اللي هو سواء كاسة أمم أفريقية او سواء وصول كاسة أمم سنة مشكلتي برده كابتن في العقلية نفسها اللي بتدير يعني احنا اليومين اللي فاتوا كلهم سمعنا ان احنا الموديل الفني المنتخب الأولمبي هبقى مين بعد ما اخلصنا قصة المنتخب الأول ما افتكرش حضرتك سمعت عوض مجلس دارة طالي اتكلم عن لجنة الفنية او مين هبقى في اللجنة الفنية او مين المرشحين وعلى اساسه نحط معايير ويتم من خلاله اختيار الموديل الفني المنتخب الأولمبي ده ما بيحصلش فالعقلية اللي بتدير منظومة كورت القدم لازم تتغير لازم نستفاد بوجود اتنين زي محمد بركاته وحزي إمام في المجلس في الأمور الفنية عشان احنا نقدر نبني جيل صح الفكرة دلوقتي ما بقتش في المنتخب الأول احنا حضرتك شوفت في المنتخبات يا كابتن في أم أفريقية اللي فاتت المنتخبات كلها بتلعب بالعيبة صغيرة احنا لسه عندنا متوسط لعمارة عندنا فوق الثلاثين ما بنشوفش عندنا الجيل الصغير مفيش الكلام ده مفيش تخطيط في القصة عندنا مشكلة جديدة جدا أعريد لما جيت بصيت مثلا رجعت وده يعني لازم يتغير ولازم يتحط سيستم عشان تفرض على الأندية ان هي تنزل بمعدلات العمر او معدلات السنية مش يدير تفرض لو بصيت مثلا للمنتخب الأولمبي السابق واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه كنت هتلاقي عناصر المنتخب الأولمبي فيه على الأقل 8-9 العيبة العيبة أسسين في الدورة الممتازة لما جيت بصيت دلوقتي الجيل 2001 اللي هو المفروض جيل المنتخب الأولمبي مش لقي اللي 2-3 بيلعبوا في الدورة المنورين مين إبراهيم عادل ومن ثاني مين ثاني الناس هوليلة يعني المفروض اسامة فيصل يعني في مشاركات لا بيلعبش خالف يعني هوليلة بس يعني هو غيب بيعتبر لو خدت فرصة أكبر مع البنك هيبقى مؤسرة أنت النهاردة رايح تلعب أنت دلاتي داخل على التصفيات وهتلعب المفروض المفروض أن أنت لو توصل تلعب الأولمبيات هتلعب بالعيبة كلهم ما بيلعبوش ما بيلعبوش في الدورة الممتازة هتكسب بيهم إزاي؟ على فكرة أريد أقول لك حاجة مشاركتهم إليلة على فكرة أريد أقول لك حاجة واحدة من الأسباب الرئيسية اللي خلت أحمد سامي يرفض أن هو تولت الإدارة الفنية للمتخب الأولمبي هو أنه لما جيه بص لا أنه مفيش حد يشارك العدد أليم هيكسب إزاي هتلعب الأليم تلعب الأشياء هو المتخب الأولمبي طبعا هو كان قبل كده منتخب الشعاب اللي هو منتخب مماريد 2001 الفترة اللي كان متولي فيها كابتن ربيع كان فيها كابتن أحمد حوالي عشر أو أحداشر لعيب يشاركوا بصفة أصوية مع أنديتو وكانوا بارزين برسولها ومنتخب الشباب منتخب الشباب اللي هو اللي هو اللي كانوا بلعبوا قبل كده كانوا بلعبوا آه بعد كده الغريبة أنه هم حصل يعني حصل هزة فيهم كلهم أنه مفيش مثلا غير العربي بدر اللي بيشارك مع براهيم عادل اللي هم اللي هم منورين من اللي هم الأساسيين في منتخب الشباب الباقي كله مش موجود فدي برضو يمكن لو هو فعلا بيفكر في القصة دي أنا عرف كابتة أحمد مدرب زكي جدا ومدرب مصقف ولما أرى ولقى أن الكلام ده حس أنه هو مش هيتورد فيه مردود بالنسبة له أنه هو يقدر يحقق لهو عليه فهو يعني فعلا اللي هيتورد فدريب متخب النوبي ده مهم مهيطع كتير ولازم ما كانت نحمد برضو لازم نشجع أو نطلب من الأندية أن هي لازم 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 العبادة تشارك لازم نشجع